السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة معنا حالة شعر هي حالة خاصة شوية الشعر زي ما انتوا شايفين حالته متضمرة ازاي الشعر كله متقطم ومتقطع كل اللي قدام ده لسه يضوبك يعني بيبهير بيطلع ده طبعا بعد ما استخدمنا علاجات الانبات والسبريهات بتاعة ساقط الشعر ايه سبب ان الشعر بقى حالته كده انا هقول لكم حالا اه ايه السبب اللي هي تعرضت له اه طب هي جايلي بمنظر شعرها دوت يا طرق انا هشتغل معيها اصلا فرد ولا لأ اه انا عن نفسي اه اشتغل معيها اه بس طبعا هنستخدم درجة حرارة هادية جدا وهاختر لها مادة تكون خفيفة قوي ومش مهم عندي ان الشعر يتفرد مية في المية ابدا لأ الشعر انا عايزاها برس الشكل ويتحسن بحيث ان هي تعرف تتعامل معي اه كان قدامي خيارين ان انا استخدم لها الفيلر او عمدي مادة اللي هي مصل علاج الشعر بالاعشاب الطبيعية اه استخدم لها ايه لمادتين خفاف جدا على الشعر فالنهار ده انا اخترت المصل اه مصل علاج الشعر بالاعشاب الطبيعية دي مادة خفيفة قوي وطرطبها عالي ومرخصة من وزارة الصحة المصرية فهي عيب المادة دي بس اللي انا مش بحبه فيها ان هي مش بتتشطف اه لكن انا شطفتها يعني نص شطفة بحيث ان انا برضو احتفظ بزيوتها على الشعر واستفاد بالترميم اللي فيها والمرطبات اللي فيها اه طبعا زي ما انتو شفتوا انا باستخدم النهار ده مكوى ويندو ودرجة الحرارة يعني يا ضوبك 180-190 مش مزودة عن كده خالص اه زي ما قلتلكوا انا مش هممني قوي حتة الفرد اه النهار ده برضو هيبقى فيه شوية دخنة في الجلسة لاني انا فيه نسبة مادة على الشعر لسه لان زي ما قلتلكوا عايزة احتفظ بالمرطبات بتاعت المادة على الشعر طيب هي العميلة بقى اللي وصلها ان شعرها يبقى بالمنظر ده العميلة جات لي من يعني من كذا شهر كنا عاملين جلسة فلار خفيفة كده ولذيذة وكان الدنيا تمام اه فجات يعني استقرابت مثلا او عارفت متخصصة فعملت عندها فالشعر بعد الجلسة بقى بالمنظر ده اه بتتصل بيا شعريه كله بيقع شعري فيه تقطيم طب هو فعلا يا جماعة البروتين ليه اضرار طبعا كل حاجة ممكن تستخدمها خطأ طبعا لها اضرار طب اه انا كعميلة اتفادى ازاي اضرار البروتين دي نصيحة دايما بقولها لكم انت كعميلة كل اللي عليك انك تختاري متخصصة شطرة اتعابي شوية واسألي وشوفي نتائج العميلة المتخصصة اللي انت هتتعاملي معها واسألي عن تجارب عندها وعلي تحت ايديها وما تسأليهاش هي بتعمل ايه وعمرك ما هتفهمي درجة الحرارة اللي شغالها على شعرك ايه وعمرك ما هتفهمي المادة اللي اتحطتلك ايه اه ايه تكنيك الشغل لا اخطر العميلة واتكل على الله ومسألش اي حاجة تاني طب المتخصصة فيه اخطاء ممكن تعملها تخلي اللي البروتين ليه اضرار طبعا يا جماعة اضرار البروتين مش بس ان المادة تكون مادة وحشة او مادة رخيصة بالعكس دي نوع متخصصة شطرة واستخدمتلك مادة رخيصة والله هتتوظفها صح وهتعملك بيها يعني حاجة كويسة قوي فالمهم اني انا كمتخصصة ايه اللي علي علي ان انا اخطار مادة مناسبة للشعر اللي قدامي مايبقى الشعر زي كده ضعيف وناعم يعتبر واستخدم لها مادة تكون حامية على الشعر واحمدها حامية لا انا عايزة مادة خفيفة وتكون احمدها خفيفة وتكون بس الترطيف فيها عالي ماستخدم لهاش درجة حرارة عالية دي من الحاجات اللي ممكن تعمل تقطيم ولو انا لساعة العميلة ممكن تعملي تساقط والتهابات في فروة الراس ماحطش المادة ده من الحاجات برضو اللي انا عرفتها ان هي كانت حطالها المادة الكتير على فروة الراس يا جماعة ده احنا بنقول ما تحطش البلسة محمام الكريم على فروة الراس يبقى تحطي مادة فيها احماض وفيه حاجات كيميائية على فروة الراس انت كده بتلهبي فروة الراس وبتضريها عن نفسي انا لو استخدمت مادة اخف من الشعر يستحملها يعني لو الشعر عايز مادة قوية وانا استخدمه مادة اخف او الشعر عايز مادة مكوة حامية وانا استخدمت له درجة حرارة اخف ايه الديفو تفتكروا اللي هيطلع لي الديفو اللي هيطلع لي ان الشعر مثلا يكون فيه موجه ما هو ده دفي ده حاجة بسيط قوي والله لو الشعرية فيها موجه حصلت اه انا بعيدلك عليها اه لو مش مضيئك قوي اенным خلص بري مثلا وفي الاعادة والجدور هنعيد عليها لكن الديفو ان لو مثلا خاصل شعر بتقع دي ايه حل له دي مالهاش حل انت كده دمرت الشعر فانا دايما بقول يعني بشويش على الشعر اه اشوف الحاجة الهدية في المكوى وفي المادة اتعامل بالحاجة الهدية انا زي ما انتوا شايفين هنا بقى احنا انا عملت جلسيتي طبعا خطت المصل واسبت على الشعر تقريبا يمكن ساعة لربع يعني ماكملتش الساعة شطفت ونص شطفة وبدأت الكوى طبعا المكوى طبعا انا مدايقة جدا وانا بكوي زي ما انتوا شايفين كل اللي عنده الجدور ده متقطع وببهير كتير مش عارفة اتعامل معي بعد ما خلصت الجلسة الحمد لله زي ما انتوا شايفين الشعر من فوق عالي ازاي لان الجدور مش جاية معي كويس كل دي الجدور بصوا كل دي الجدور مش مكوية كويس لانها مش ممسوكة معي كويس ولا بالمكوى ولا بالمشت طبعا انا اقنعتها ان احنا نصبر شوية على الشعر وعلى الجدور لو فيها اي دي وطبعا اقنعتها انها تستحمل لو فيه اي موجة بسيطة ولا حاجة عند الجدور بحيس ان احنا ما نزودش مكوى تاني على الجدور لحد بس ما الشعر يتزبط اشتركوا في القناة